بعد بغداد وأنقرة وطهران جاء دور واشنطن أقرب حلفاء كردستان العراق لتقف على قط المعارضة لاستفتاء الخامس والعشرين من سبتمبر ورغم تمسك برلمان الكردي بإجراء الاستحقاق في موعده المعلن تبدو الضغوط متزايدة على حكومة برازاني على جبهتين جبهة داخلية تصر على المضي في أجندة الاستقلال وأخرى أقرمية ودورية ترى فيه تهديدا للأمن والاستقرار في الوقت الحاضر على الأقل هذه دعوة علنية لدول المنطقة لانتهاك الحدود العراقية وهذا تصعيد خاطر للغاية هدفنا هو حماية شعبنا الكردي والعربي والتركماني وبقية مقونات الشعب العراقي إذا تعرضوا لأي تهديد باستخدام العنف ضدهم خارج إطار القانون فسنتدخل عسكريا في ظل كل الخلافات الداخلية والمواقف المتباينة الخارجية يمضي إقليم كردستان العراق في التمسك بما يعتبره حقا مشروعا في تقرير المصير إذ صوت برلمان الإقليم بالإجباع على إجراء استفتاء الانفصال بموعده المقرر في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري ينجح برلمان الإقليم إذن في الاجتماع مجددا بعد تعطيل دام عامين خطوة تبدو مهمة بالنسبة لقوان كردية لكنها تبقى غير مكتملة في رأي قوى أخرى بالنظر إلى غياب التوافق السياسي الداخلي الكردي والإقليمي مشهد ملتبس يرفع من هواجس وتحفظات الكثير من القوى الإقليمية والدولية فواشنطن أعلنت صراحة أنها لا تدعم الاستفتاء كما أبلغت الإدارة الأمريكية القادة الأكراد أن هذا الاستفتاء يتعارض مع جهود الحرب ضد داعش ويهدد توازنات المرحلة فيما ترفع نزعة الاستقلال لدى الأكراد من هواجس أنقرة فقد اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجددا أن قرار إجراء الاستفتاء خطوة خاطئة تنم عن قلة خبرة سياسية يدرك سيد بارزاني جيدا ما نفكر به في هذا الشأن واعتقد أن قراره خاطئ جدا لأنه يدرك جيدا حساسيتنا بشأن السلامة الإقليمية للعراق سيعقد مجلس الأمن القومي اجتماعا في 22 سبتمبر الجاري وبعده سيعقد مجلس الوزراء اجتماعا آخر بعد ذلك ستصدر الحكومة قرارها النهائي وحين يتعلق الأمر بالأكراد وطموحاتهم الانفصالية لا تتردد تركيا في وضع كل ملفاتها الخلافية مع إيران جانبا فيذكر الرئيس التركي إربيل بأن موقف تهران منصق تماما مع موقف أنقرة بشأن ضرورة وحدة الأراضي العراقية أي يكون المانع أو التحفظ على إجراء الاستفتاء فإن متابعين للبشهد يرون بأن الرفض يمكن تعليله بالخشية من تغير الكثير من الخرائط والمعادلات السياسية في منطقة مضطربة بالأساس ومعنا من أربيل الباحث السياسي روكار جدت أهلا بك سيد روكار عبر سكاي نيوز عربية يعني الاستفتاء مرفوض هذا ما أكدته واشنطن كيف ستواجه أربيل العالم وكل الضغوط التي تتعرض عليها وفي تتعرض لها وفي طليعتها هذا يعني الحليف الولايات المتحدة شكرا جزيلا تحية لك ولمشاهدي عربي سكاي نيوز بالتأكيد القادة السياسية الأكراد كان يتوقعون ما يحصل وما يجري الآن في إطار المصالح الدولية بأن قد يكون هناك رفض إقليمي ودولي لاستفتاء في موعدها الحالي لكن بتقديري الأكراد أيضا وجهوا خطابهم بشكل علني هذا أخذ رأي الشعب بمعنى اللجوء إلى الناس لأخذ رأيهم وثم بعد ذلك يبدأ الحوار من قبل اللجنة العليا للاستفتاء مع أولا بغداد أي حكومة اتحادية وقوى السياسية في بغداد وثم دول الإقليمية وأيضا منظومة الدولية أمم المتحدة الدول العالم المؤثر هم أعلنوا بصراحة بتقديري استفتاء ليس هو إعلان الدولة إنما أخذ الرأي الشعب إذا كان هناك استحقاقات أو مسار تتعلق بالسيادة وبقاء الإقليم كردستان كضمانة لحقوق المكونات الموجودة في إقليم كردستان يتخذ هذا الإجراء للعودة إلى الشعب بتقديري الاستفتاء وحتى لا يشكل خطورة كبيرة لكن أيضا هو مقدمة دستورية رغم رفض البرلمان العراقي لدولة كردستان الكبرى وما تعتبره كل دول المنطقة بأنه تفجير في هذه الخارطة وتفجير لكل المنطقة وقد تتحول إربيل إلى بؤرة نزاعات والطرابات مفتوحة بكل تأكيد هناك نزاعات وهناك مصالح سياسية من كان يتصور أن يكون خارطة الدول العربية الحالية بشكل حالي من كان يتصور أن يكون سوريا مقطعة مجزئة في صراع وفيه هناك ستة ملايين وأكثر نازحين من كان يتصور أن يكون هناك صراع في خليج العربي بين قطر والدول أنا تقديري كل السيناريوهات متاحة لكن هناك إطمئنانات وهناك دول وهناك قوى لا زال تبحث الحوار بين بغداد وأربيل وهناك آفاق لتهدئة الوضع وهناك آفاق أيضا لتصعيد الوضع كل السيناريوهات متاحة وأنا بالتقديري الآن بعد إقرار البرلمان تقريبا هناك جواب لمبعوث الدولي والتحالف الدولي اللي أعطوا بعض الضمانات لإقليم كردستان بأن سوف تبقى العراق حافظ للحقوق الأكراد كمكون أساسي والشراكة في العملية السياسية لكن أكراد لديهم تخوف ما بعد انتهاء حرب داعش وإقامة انتخابات في العراق سوف يلجأ الغالبية بين قوسين الشيعة اللي هما يحصدوا مقاعد كبيرة في البرلمان إلى الغالبية السياسية وبدأوا في هذا الشأن يعني بدأوا برفض استفتاء بدون حوار مع أربيل رغم ما وفد أربيل راح لبغداد كان مفروض يأتي وفد من بغداد لم يأتوا إنما لجأوا إلى برلمان لرفض الاستفتاء أقالوا محافظ كاركوك اللي هو من مكون الكردي وأتى بعدد أصوات كبيرة في انتخابات وحصد على أصوات كبيرة وبهاي هما الأكراد يأكدوا بأن خوفهم هو الدولة ترجع دولة مركزية في العراق ومن جديد هناك استحالة دستورية أمام هذا الطرح واشنطن تحدثت عن حل قدمته أو عن مقترح لثلاث سنوات هل يمكن الأيام العشرة الفاصلة أن تشهد هذا التحول وقبول أربيل بهذا المقترح الأمريكي بكل تأكيد سيد مسعود البارزاني أكد في خطاباته بأن يدرس هذا الملف مع القيادة السياسية في قليم كردستان بالهيئة العليا للاستفتاء وأنا تقديري خلال هذا الأسبوع سوف يكون هناك جواب رسمي حسب التسريبات الحالية القيادة السياسية الكردية قد يقبل بالملف لكن يحتاج إلى ضمانات مكتوبة من أمم المتحدة وبموافقة العراق أي بمعنى حسب التسريبات بأن هناك تأجيل لمدة سنتين على أن تكون تدويل الملف أي قضية الكردية تدرس من الأمم المتحدة لاستفتاء برعاية أمم المتحدة بموافقة عراق مثل ما حصل في اتفاق في سودان بين جنوب سودان وشمال سودان الأكراد ولكن هذه المهلة التي طلبتها واشنطن أيضا السبب الرئيسي التي تحدثت عنه مرار الإدارة الأمريكية بأن هذا الاستفتاء سيشتت الحرب ضد داعش سيؤخر الحل في العراق مقابل هذا الرفض الأقليمي إن كان من أنقرة وحتى من تهران ليكلى اليوم بهذا الرفض الأمريكي أنا بتقديري الأمر بشكل تالي لكن إذا كان هناك تطمينات إلى القادة الأكروات بقبول هكذا نوع من العرض سوف لم يكن الوقت متأخرا وهناك رأي آخر في القيادة السياسية الكردية يقولون نمضي بالاستفتاء لكن هذا لا يعني إعلان دولة الكردستانية إنما نروح إلى استفتاء نأخذ رأي الشعب الكردستاني وثم نبدأ الحوار خلينا نبدأ الحوار مدة سنتين أو ثلاث سنوات لوصول إلى قناعات مشتركة وبالتفاهم وبدونه وهذا لا يؤثر على الصراع أو النزاع المسلح الدائر تجاه داعش لأن الآن داعش انتهى معاركة في موصل بقيت فقط بقايا من داعش في قضاء حويجة في كاركوغ وبعض الأقضية في محافظة أمبار والقوات العراقية الآن بالدعم الدولي قادر أن يسيطر على الداعش خلال أشهر القادمة الكردستانيين يتحدثوا قوى السياسية يتحدثوا بأن علينا ننظم الاستفتاء ونأخذ رأي الشعب ولكن لا نعلن نعطي ضمانات إلى تركيا إلى إيران إلى العراق إلى كل المجتمع الدولي بأن لا نلجأ إلى إعلان دولة كردية إنما نؤجل الملف في حوارات شاملة تفصيلية مع بغداد ومع بإشراف الأمم المتحدة وقوى الدولية لما هو شكل العلاقة الاتحادية بين أكراد ودولة اتحادية بعد هذا الاستفزاز الذي قرأته بغداد استعراض القوى لكوات البشمرقة في كاركوك وجاء الرد اليوم من العبادي الذي قال أن أي تدخل عسكري قد يكون مفروض على بغداد تحديدا لحماية أيضا كل مختلف شرائح الشعب العراقي من العرب ومن التركمان أيضا الموجودين في هذه المدينة هذا أيضا هناك هناك تيارين هناك حمائم وسقور السقور في بغداد وأربيل دائما يحشدون ودائما يريدون أن تصل الأمر إلى استدام عسكري وتهديدات وهناك حمائم أيضا يتحدثوا بالعقلانية يلجأوا إلى قانون إلى الحوار اليوم في خطاب مسعود البرزاني في دهوغ كان واضحا قال لدينا تواصل مع سيد عبادي ونحن متفقين أن لا نستخدم السلاح في صراعات السياسية وهذا لمصلحة شعب كردستان ومصلحة العراق ككل بمعنى هناك تفاهمات وهناك ضغوطات من قوى قد يكون السقور في بغداد على عبادي بأن يتخذ إجراء لعدم تمكن إقليم كردستان في استفتاء على الأقل في مناطق المتنازع عليه أو كاركوك ومناطق شنقال وخانقين وإلى آخره لذا تقدير الشخصي ولكن هذا الكلام التطميني أو ربما لسحب فتيل التفجير ألم يأتي أيضا بعد الاستفزاز الذي ألمحت إليه أو أوحت به إربيل بإرسال هذه القوات والأعداد الكبيرة إلى كاركوك أولا يوجد قوات الكردية بعد دخول داعش في كاركوك منذ دخول داعش لم يكن هناك قوات جديدة راحت إلى كاركوك هناك نوع من التحركات وأنا تقديري التحرك حشد الشعبي وقوات البيشمرقة هو استعداد لمعركة الحويجة والرياض وهذه المناطق لترد داعش في هذه المناطق لأن مساحة كبيرة يواجهها قوات البيشمرقة للحويجة والرياض وهناك مساحة يواجهها حشد شعبي وقوات العراقية بتقدير الحركة العسكرية التي حصل في كاركوك وغير مناطق ليس هو بسبب استفتاء وهذه العملية السياسية الموجودة إنما هناك تحرك بأن 23 أو 25 متزامنا مع استفتاء سوف يبدأ معركة الحويجة وأنا بتقديري سوف يكون هناك تفاهمات على هذا الأمر الأمر ليس هو تصعيد في موضوع السياسي لأن اليوم أكد سيد مسعود البرزاني وأنا تقديري سيد عبادي أيضا أكثر عقلانية من قوى الأخرى في التعامل مع الملف وسوف طرفين أكدوا بأن أعطوا اطمئنانات للبعض بأن الاستفتاء ليس لإعلان دولة كردية والطرف الآخر لا يستخدم أي شكل من أشكال العنف إنما تلتزم بالدستور والقواعد القانونية للتعامل مع ما يتخذها إقليم كردستان من الخطوات القادمة في ملف الاستفتاء وقضية حق تقرير مصير للشعب كردستان كنت معنا من إربيل الباحث السياسي شكرا جزيلا لك